البنت ماتت وأبوها وأمها وأختها مصابون تفاصيل حادث تصادم في الجيزة لقيت فتاة مصرعها في الجيزة اليوم وأصيبها نحو ثلاثة في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكة على الطريق السريع بنطاق مدينة العياط جنوب الجيزة تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اختار تضمن وقوع حادث مروري على الطريق السريع في العياط وقوع ضحايا جراء الحادث وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو نصر مساعد وزارة الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وبالانتقال والفحص تبين من معينة أجهزة الأمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي استضام سيارة ملاكة ودراجة نارية على طريق السريع بنطاق العياط وأصفر عن مصرع شخص وقصابة ثالثة تبين من تحات الأمنية أن فتاة لقيت مصرعها بسبب الحادث الذي وقع بالكرب من قارة الزاوية بمدينة العياط جنوب الجيزة وولدها وولدتها وأختها مصابون وجرى نقل الجسمان المشحة تصرف النبي العامة في الجيزة ونقل المصابين المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية ترجمة نانسي قنقر